موسيقى السلام ابنات كديري اللبس عليكم كل شي باخير اموركم هانية اشتتعودوا قرب رمضانية قولوا لي انتي لماذا زالة معطلة هذا العام صراحة انا تعطلت ما بديتش تحضيرات بزاف مولفة يعني هذا الوقت انا موجودة كل شي ديرها في فريق لماذا هذا العام ينسى من صورة القريبية غير طوال سأريد ان يتقوم معكم ان شاء الله فتح ضائرة مولفة اذكر بطبطا الصغار مخشين في فريق لسيقاغ يعني كل شي باستيلات حوت كل شي كان في فريق قولوا لي اههههههههههههه أولا حاجة نبدأ بها سلو سلو دعوا لي فليكم اشتركوا في القناة لا نقوم بعمل كمية كبيرة لا نقوم بعمل كمية صغيرة لا يأكلوا بشكل كبير الباروكة في رمضان و هذا الشيليكين و ما نقوم بعمل معكم نقوم بعمل هذه الحشوات السيكار سنقوم بعمل العدنت و الأخرين نقوم بعمل الكروفت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و بالنسبة للطيبات سوف نشاركوا معكم في فيديو اخر لا يمكنني أن نقوم بعمل كل شيء في يومين لذلك هذا رمضان سوف نحاول اشتركوا معكم المائدة الرمضانية كل نهار سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل نقوم بعمل لذلك سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل السيكار من المائدة سوف نشاركوا معكم داخل سوف نقوم بعمل الزنجل يجب فران يجب الى طريقة 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 يجب أن تحرق قمت بتحرق تحرق نطحن تحرق نضيف تحرق لنصف كمية و نقوم بتحرق اضغط النافع اضغط النافع اضغط النافع يضغط النافع اضغط النافع نضغط النافع لا تطحن اضغط النافع اضغط اضغط النافع تولى المثال كيالي تطحنوا خليق ترجع في حال املوه وجميع المكونات لا تريد فش الطحين من بعد اللطبان تطحين لا تستعمل لتحمر الطحين تحمر الطحين في كوقط تتتحمر مزيان نغرب الجرس المهم سوف نغرب الجرس لذا نحيط من الكوتل التي يتحيط انظر الحجرة السفيدة المكونات جاهزة نزيد الزنجل نضيف الزنجل فتور الولوز نضيف زيت نباتية يستخدم زيت العود نحن نخلط العناصر حتى ينسج مليام جيد و يتلبس العناصر كامل اضيف زبدة ضيبة جيدة وضع كشكوشة البيضة من الفوق يشغلها تضيف زيت كشكوشة تقطع كمية كشكوشة تقريباً بالعسل يجمع العسل تقريباً غير نسكس ولكن الشرط أن العسل يكون ماركة مزيانة لأن العسل يكون جيداً تقريباً بالعسل ترى مدقة غزلة تقريباً كيف ترى؟ تقريباً كمية زبدة طبعاً تقريباً تقريباً كثيراً تقريباً لكامل تقريباً ثم اضع لنضبط أغنق بكار 0.5 كار نضيف سكار نضيف سكار نضيف حمون أنت مرغة نضيف حبيبات السكار حتى نضيف وصله جاهز هنا جبت بواطات تكون قيم بسوحة ونضع فيها الخالط نضع مقاد منطقة الأولى نضعه في كؤوس ونضعه في منظر ونزينه باللوز نضع مقادرة نضع مقادرة نضع كمية الزبدة اضغطي لديه كافية وانتم كل واحد يدير على قياسه وده بغمده نزينه ودهك الحبيبات ديال لوس اللي خليت كما قلت لكم خلي واحد شوية ديال الويزات باش هكت بدو تزينه ومني تحطوه في الطابلة ولفهاك في البواطة ديال وهنا كملت كل شي وصافي غادي نسد عليه في البواط ويقوم بتزينه ويقوم بتزينه ويقوم بتزينه ونقوم بتزينه السيجار اضغطي لديه اضغطي طريفة صغار مليحة البزار لازارب ديبروفنس اضغطي زيت العود في المقلى ويقوم بتزينه بعد ان تزينه اضغطي لكاروت ويقوم بتزينه قم بتزينه قم بتزينه قم بتزينه اضغطي طريفة ويقوم بتزينه قم بتزينه ملعقة كبيرة قم بتزينه قم بتزينه نحرق جميع العناصر نحرق جميع العناصر نحرق الهريسة هذه تأيي اختيارية لما تبغيش الحرار لا يدروش نحرق البزر لأن البزر كافي نحرق جميع العناصر نحرق جميع العناصر نضيف المزيد وأخذ كبير ثم أضيفة مقيلة زيت العود ثم أضيفة خلصة جميلة بالنسبة للحشوة الثانية مقيلة زيت العود زيت العود كمية الكروفيت الأسبوع نضيف جميلة نضيف جميلة نضيف جميلة نضيف جميلة نضيف جميلة نضيف جميلة مرحل نضع حجمهم و نقطعهم على طريفة صغيرة زيتون نضع حشوة سهلة و جيدة نضع حجمهم و نضع الحر نضع حجمه و نضع حجمه نضيف الحر نضيف الحر نحن نضيف الحر نضيف الحوت نضيف الحر نضيف المالح أو مليحة نضيف حمضة مصيرة قطعتها طريفة صغيرة نضيف حمضة غزالة نضيف مصير نضيف حمضة مصير نضيف حشوات الثانية سلينة هنا مرحلة التعمار سوف نضيفه على شكل بريويتس الحشوة الكروفيت و السيقاغ سوف نضيفه عاديًا طريقة سهلة البنات قطعت الأورقة على نصف قطعت الأورقة على نصف قطعت الأورقة على نصف وضعت الحشوة في الوسط نضيف الطرف الورقة نضيف الضرق أستعمل نلمة نقوم بإفضل المنزل نقوم بإفضل المنزل نقوم بإفضل المفتاح طريقة سهلة حشوة كروفيت زيتون شامبينيون لتأخذ البراية وعمرة شكرا هذه البراية جاهزة و هكا الزوينات نكونوا سألينا الفيديو دينا نتمنى انه يكون عجبكم شاركت معكم شوية طريقة ديالي باش تنصيبو سلو و وليسيغار واتشي و ان شاء الله فرمضان غديمقى نشارك معكم اي حاجة تنذيرها يعني خلال اليوم ديالي كالشهوة لي تنوجد يعني كل انهار ندير معكم شي حاجة زوينة تشوفوا العصائر تشوفوا تخربة قدرية الخربة في رمضان على هم و ان شاء الله الفيديو ديالي وما يكون عجبكم لماذا لا تشتركش في القناة اشترك فيها وما تنسوش دايما لجيم 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 وخليولي يتعليق زوينين في حالكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديوهات اجداد تهلوا فرسكم رمضان كريم سيدخلوا عليكم بصحيحة و بالسلامة و بالرزاق و طولة العمر ولي عندو شي وليدات يشوفهم كيف مبغى و يلا تشوفوا فرسكم و السلام عليكم